لا تجن ولا تحتاد يا أخي ما بتحرز هالقد في إشياب هدني أصعب ما بدا هالقد صدقني صدقني ما بدا هالقد حلقة جديدة من ما بدا هالقد من راح بكل قراء ويبسايت الفان واليوم حلقة أكيد كتار منكم ناطرين لأنه مع نجمة كتير بتحبوها راح نسميها نجمة تيك مي اوت لأنه في كتير نجوم بتيك مي اوت هي نوال حتشيتي نوال هاي كيفي؟ حلو بوسوار إن شاء الله منيحة نحن أبقى على الانترنت سريعين سريعين ايه دغرية من انترنر ديزاين لتيك مي اوت ما كان يخد كتير من وقتك؟ لا صراحة لأنه بس تحب الشغلات عاطة من قلبك فيها طيب بس أنه أنت عم بتروحي شغلك مقابل أنك تشركي بتيك مي اوت كنت تقبضي شي معيش مثلا أو شي منو لا لا أبدا أنا كنت بي تيك مي اوت لأنه أنا حبات البرنامج حبات فكرتو للبرنامج وكان هيدا الشي أنا من أنا وصغيرة بحبه يعني بحبه أطلع على التيفي بحب شارك ببروغرامات كنت حب شارك حتى أعمل تمثيل بس هيدا بروغرام جريء؟ ايه أنا كل شي جريء بحبه لأنه اليوم مش كل إنسان جريء بيقدر يحكي على التيفي بيقدر يطلع لأنه مش كل إمرأة جريئة بتقدر تطلع تحكي اللي هي بقلبها سو هيدا البروغرام فرج العالم أكتر أنه كل شي جواتك تبيني للعالم بيانت كل شي جواتك بنا ما تخافي من شيء أنه إيه أنه ما حدا يخاف من شيء يعني كل شي بده يحكيه يقدر يحكيه تكون عنده حرية سرنا وصلنا لعلاقات بين الرجل والمرأة أنه لازم المرأة تفرج كل شي للرجل يعني بتنجح العلاقة أكتر هي ما ضروري كل شي حسب كيف يعني شو قصدك بكل شي يعني ما عم تقولي كل شي جريء كل شيء مواضح كل شيء كل شيء جريء بالحياة يعني أنت اليوم عملتي شغلة حكيت عنها بجراءة بس فيه إشيه أكيد فيه إلا اللي ميت معي تحكي فيها وفيه إشيه ما بتنحكيها يعني فيه إشيه كانو يمنعوكم تحكوها؟ أبداً نحنا كنا كتير صريحين وكتير على وضوح مع العالم مع الكل يعني كنا عم نحكي كل شيء نحنا نقدر نحكي نحنا منحب نحكي أنت وعماد؟ عماد شاب كتير مهضوم لفتني كتير بالبرنامج كان شخصي كتير مهزب مرتب حبيت كاراكتر وحبيت شخصيته بس أنا وعماد هلأ فرانس يعني ما في شيء يعني تركته؟ أصلاً نحنا مصحبنا يعني نحنا جربنا نكون قابل مهضوم بس إنه ما سيقه بالحظ إن يكون مع عماد شو المشكلة؟ أما في مشكلة عماد أنه عنده حياته وانا عنده حياته وانا يعني بين شغلي وحياتي وعماد بين شغله وحياته وعائلته يعني ما ما كان يناسب الوقت إن أنا كوم معه بس الوقت؟ مش بس الوقت إنه كاراكتر مثلا؟ كاراكتر هو لأ بعقد بس كان كاراكتري أنا وعماد أكتر فرانس أكتر مأنه معدو فريند لليوم؟ ايه ايه منحكي عادة كيف تنواسطه خبري أسراريك؟ لا أبداً ما انو باست فريند يعني هلأ سكوبي ما بدا هلقد انو بطلتو انت معي ماد مظبوط ماني معي ماد عال مش رح يزعلو رح ينبسطو اكيد بس انا بحب وضح انو هيدا الشي كل العالم كانوا عم بيسألوني نوال ليه ما عم تنزلي صور انت وعي ماد على الانستغرام على السوشيال ميديا انو عجب تركتي انت وعماد ليه ما بقيت وانا صرحت وقلت انو انا وعماد مبقى في شي يعني قريدي انا قايلة قبل انو انا وعماد مفي شي انو بس فريند مابدة هلقد مابدة هلقد نوال بتكمي قوت بتبيني شوي انصح مما انت انت بالحقيقة اضعف بكتير من الكاميرا مظبوط انت بتعرفي زي حلقة من الكاميرا بتنصح 5 كيلو اي مينموم 5 كيلو بتنصح 50 بالمية زيادة مظبوط وانا قريدي هلقد اضعفاني اكتر شوي بتعرفي عم بهتمت بجمالي ايه ليه 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 فيه سر فيه مسلسل فيه مسلسل طيب خابلين على القليلة مع ايا بطل او القصة لمين او مين المخرجة ولا معلومة في شي عم بصوره هلأ عجب انا قلتلهم للناس كلها اللي بدت احضرني متابعين هيدا الشي يعني قلتلهم في شي بدو ينزل هلأ سوربريزة خليها سوربريزة وقتا ينزل لانه انا ما بحق اللي سوربريزة طيب مازال مسلسل طيب شو دورك بالمسلسل في اللاحة بكون هو مسلسل شوي قديم بكون في اللاحة بتتذكري حاتشيت والارزيت وبشري بتتذكري الطبيعة بتتذكري اياما العهد الفرنسيوي شوي اكتر يعني وفي عندك حدا بتنغرمي فيه بالمسلسل اي اكيد اكيد مين البطل بطليك فينا نقول لا ما فينا نقول معنى واتبعا ميكينج اوف بيقولولي لانه اسم البطل مش هم بقلك كير انا ما في يقول صراحة ما بقدر يعني انا مك بدي احكي حتى بالموضوع بس انه عطيتك هيك رؤوس اكلاب طيب عاكي الحال بليك تعدينا انه بموقع الفن اول من يعلم لحظة اكيد 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 هدا وعد منه اليك نوال تدريع يكون فيه شخص تاني عنده زيت الاسم بالتك مي اوت معاك كان لا بالعاكس حبيت الفكرة انه متل ست نوال اللي كانت معنا بالبرنامج ومهضومة هيك كتير مهضومة كتير مهضومة بس عايتولي نوال تنزل هيه كون حدا عا بيقلي يلا يا نوال بتاعفين شهرت بهيدي الجملة يلا يا نوال ونزلي بوصة ينزلي غمرة ينزلي وحبيت هاي دي الفكرة انه هي تنزل ولو ايه عم عايت لناوال تاني مهضومة كتير نوال نوال مفكرة بس تفوت بمجال تمثيل او مفكرة بمجال تقديم او اي انا لكي بفكر هلا صراحة عن مفكرة شوي مجال تمثيل شوي بين تقديم برامج بحبي يعني اعمل شي لقلي في شي عالنار اه لا هلا بعدنا بتتمثيل شوي يعني بس انه في دعايات لقديم ما بقلك لا في اشي عم بعملها عالسوشال ميديا اذا بتفوتوا على الانستجرام طبعي بتشوفوا اشي عم بعملها كلها عم نزلها والعالم عطول عم تسألني عم تقولي نوال يلا عملي شي اشتقنالك الكاميرا اشتقتلك يعني انا محبة العالم عم تخليني اني اشتغل اكتر عحالي تأوصل يلا يا نوال يلا يا نوال ما بدا هالقد نوال بما بدا هالقد انت ضيفتنا وقلت لنا فينا يكون صريحين بالموسم الاول يلا يا نوال ونوال اشتهرتي اكتر من كل بي الزمله تقريبا بموسم تاني اخدت الرهجة اكتر شوي ايفونا ليه اول شي انا فرجتها حبيت فرج العالم اول سيزن ان هو الكاركتر المهضوم العفويلية البنت الصريحة عنده الكاركتر العجيب البنت هيكي ع طبيعتها بتاني سيزن كمان حبيت فرج الناس انه نوال لق عنده كمان اشخيه شخص تاني بالحياة عنده مبادي عنده حياة عنده لميت بحياته باشي بتحكيه باشي ما بتحكيه يعني حبيت فرجيه والشخصيه اللي فيه انسايت و اوتسايت للعالم يشوفو كيف نوال يعني مور اكتر بتاني سيزن فرجت هيدا الشي اللي جواتي اللي انا بحبو او مبليس ضليتني انا يعني ضليتني عفوية ضليتني اتضحك ضليتني يعني ما تغير شي بس العالم بالنسبه للمسألوني انو انت لعت غياتي جاعي متل قبل انو كي كاركتارك اهضم قبل يمكن انا تعودوا علي هيك بس هو انا فعلا كاركتاري اه بنت عفوية مهضومة بس عندها علمية بحياتها باشي معينة بالحيات نوال رحت شركة بالموسم التاليه بس لها اتركتو انت وعماد صار في مجال لحظة جديد اه والله صراحة انا بعد ما اجاني خبر اني قدر شرك بالموسم التاليه بس ما بفتكر اني انا مشاركة بالموسم التاليه قلت لانو بدون وجوه جديدة اكيد وبتعرف البنت اللي بتطلع دايت انو اكيدة بتسلي يعني حلس تظهر بالطلب رقم وانا كنت انو ميزة غير عن البنات يعني مش معقول اني ارجع على برنامج انو العالم شافتني فلات فيه وانو رجعت بحس وصار انو بيزهق العالم اكتر انو ازا يجع وشافوني بس مش غلط اذا بطل طلي على البرنامج بتيجق العالم بالبرنامج طيب يلا يا نوال ولي كلمة لقرة ويبسايت الفن عبر الكاميرا واذا بديك فيك تبعتي لون بوصي اوكي بدي اقلون على كل اللي بتابعوني انا بحب تكوني كتير بحب انكم بتتابعوني عطول وبحب دعمكن لقلي ولولا منكن انا ما اقوم هوني وبدأ اتشكركن كتير بحب كون وبدأ اقول تانكيولا ويبسايت الفن انو عنجاد كل مرة بيستغذيف نجوم واخبار جديدة وبدي اقول تانكيولا ست هلا انا صدف اتنين يوم نوال اهلا وسهلا فيك وحبت انو انت تختمي لايشوف كيف راح تقدمي البرنامج جديد بنفع بنفع اكيد 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 لانو هي ستناصامل ستنطو هضمانتك الكاريزما كلامك الحلو وحضورك المميز شكرا لك اهلا وسهلا كمعكم هلال مر ورا الكاميرا موسيقى لا تجن ولا تحتد ياخي ما بتحرز هلقات في اشي بها الدنيا صعب مبدا هلقات سدقني سدقني مبدا هلقات اشتركوا في القناة